هنا في عمق مخيم جنين تركزت العملية العسكرية الإسرائيلية والعدوان الذي استمر ليومين متتاليين صمد المخيم ورحل الاحتلال لكن خلف في أعقاب هذا الانسحاب دمارا كبيرا في البناء التحتية دمرت الطرق وشبكة الطرق الداخلية داخل المخيم المباني وحتى المساجد تعرضت لهجمة واسعة خلال هذا الاختحام هنا أمام المسجد الرئيسي مشجد الشيخ زايد بن سلطان على النهيان وسط المخيم تعرض إلى حجم دمار في المداخل وتدمير في الطرق المؤدية إليه بالإضافة إلى حملة كبيرة من الخسائر الفادحة التي نرصدها في خطوط المياه وكذلك أيضا الطيار الكهربائي وشبكات الاتصال التي تعرضت للتدمير بشكل كبير حتى المركبات هذه واحدة من المركبات هنا على هذه الجهة قامت جرفات الاحتلال الإسرائيلي بإشعال النيران بها وتدميرها كما هو واضح عشرات المركبات داخل المخيم تعرضت إلى التدمير بالإضافة إلى هذه المحال التجارية هنا ولا ربما أحد المواطنين ينضم إليه في هذه اللحظات صاحب المحال التجاري هذا الذي تعرض لهذا التدمير ينضم إلينا في رصد هذه الصور ما الذي حدث في مخيم جنين؟ في مخيم جنين هي جريمة نتنياهو يظن أنه أحرز نتائج هذه هي النتائج دمار في الشوارع تجريف خراب فاهم علي؟ ولكن نقول لنيتنياهو أنه لن يشعر بالأمن ولا الأمان ما دام الشعب الفلسطيني لم يأخذ حريته هذه كلمتي وكلمة لكل إنسان عاكل وكل إنسان حر أنه الفلسطينيين في المخيمات يوم من الأيام سيعودوا إلى فلسطين وأنا نتنياهو راحل بإذن الله تعالى ربما هذه الكلمات البسيطة تختصر كل المعادلة وكل الساعات الطويلة من الاشتباكات القصف التصوية الطوق العسكري الإسرائيلي الدفع بأكثر من 1200 جندي إسرائيلي في العملية العسكرية وأكثر من 500 آلية عسكرية الكلمات هنا في المخيم في الإجابة على رسائل الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي أن المخيم باقن كما استطاع البقاء في جولات سابقة كانت أبرزها في انتفاضة الأقصى الثانية في معركة نيسان خالد إبدير قناة غد من مخيم جنين شمال الضفة الغربية فلسطين